يبقى إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حقيقة حياتية إن طعام الواحد يكفر اتنين وعشان كده لازم نفهم ده وده كان خلق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه طيب؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيوسع حضرة النبي ده إيمان كان بيوقف الصحابة عندي معنى مهمة جدا مش بس معنى الكرم معنى اليقين فيما عند الله وعزيك حضرة النبي ما سئل عن شيء إلا أعطى لدرجة أنه مرة أحد الصحابيات نسجت ثوبا للرسول صلى الله عليه وسلم فلبسه حضرة النبي فرأى أحد الصحابة فعجبه فقال للنبي ما أجمل هذا أكسنيه يا رسول الله يعني الدهون ألبسه واخدهها فرجع بيته وخلعها وطواها وبعث أهلها الصحابة الكرام رأوا لهم الصحابة ده وبيقولوا إزاي تطلبها من حضرة النبي وانت عارف وانت عارف أخلاق حضرة النبي وحضرة النبي لبسه خلاص فقال لهم أنا مش عايزه علشان ألبسه وانا ما عايزه علشان أتكفن فيه ولذلك من أعظم الأخلاق في منظومة قيم الأزمة هي الإثار اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع قدر الإثار في مكانة عظيمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولذلك القصة المشهورة في نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لأناس وقال من يضيف ضيف رسول الله فقال أنا يا رسول الله فأخذ وفذهب إلى بيتي فلم يجد طعاما يكفي إلا واحدا وإي أعدت سكت أولادها وتغل المية عشان يناموا فلما يناموا فألا خلاص أطفئ السراج ونمثل أننا نأكل فلما رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا فعلتم البارحة ربنا أخبروا فإن الله قد أنزل فيكم قرآن يتلى وقرأ هذه الآية فربنا سبحانه وتعالى يمدح الصحابة أنهم رحماء بينهم إيه اللي حاصل عشان كده أني لازم نعيش وإحنا في الأزمة بهذا المعنى لكن تجار الأزمة واللي بيستغلوا الأحداث للأسف ممكن يحتكروا السلع ويفقموا أن هذا التصرف إيه اللي حاصل آه يبقى فرصة أني احنا نستغل للأزمة لكن خلي بالكم أني ده لا يزيدهم إلا فقرا وطردا من رحمة الله في وقت الأزمات يظهر معادن الناس وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحتكر ملعون فالشخص اللي يحتكر يبقى ملعون ملعون مطرد من رحمة الله ولذلك لازم يا سادة ننتبه بشكل واضح إلى هذه المسألة يا سادة نعمل إيه بقى عشان نكون على ده أنا شايف في الحقيقة أنه إحنا لازم نعلم أولادنا من دلوقتي أنه إحنا يبقى عندنا حاجة اسمها عندنا صندوق الخير صندوق الخير مش لازم يبقى في الجامع لكن لازم نعلم أولادنا أن الصندوق الخير ده بيكون في البيت كل واحد فينا يتعود أنه هو لو عيعمل شيء من ترك الطعام المقابل له يضع المال أنا عايز الناس تعيد تقييمها لما يحتاجونه من طهام وشرب وخاصة أن الناس عملوا إبداع في الفترة الحالية لما أعادوا تقييم اللي بيشربوه واللي بيكلوه فكان عندهم موقف فكروا فيه بطريقة مختلفة في الطعام وفي الشراب فممكن ببساطة خالص أن أعادة النظر في أكلنا وشربنا يجعلنا أن نستطيع أن نحن نداخل أموال يمكن نساعد بها إخواننا في فلسطين وفي القطاع عشان نوصل لهم الخير وده وتيبقى تطبيق لحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم نطعامه لواحد يكفي لاثنين وهكذا دي أول شيء الأمر الثاني في الحقيقة أن أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نطعامه لواحد يكفي لاثنين فلازم نتعود دائما لأننا نراجع منظوماتنا الغذائية أدي إيه فيها إسراف وأدي إيه إحنا ممكن نتبع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وساعتها هيبقى عندنا فرصة أن نفسنا تتزكى وما يبقاش تقيل علينا أن نحن نشارك الخير مع الناس الثالثة والمهمة أن احنا دايما لازم نعرف أن ما فيش حد ما يقدرش على حاجة كلنا نقدر نساعد واللي بنساعد بيه ده بيقع في يمين الرحمن فيربيه كما يربي أحدكم فلوه فيصير كالجبال فأي رب أكرمنا على الدوام أن احنا نكون من أهل الخير وأهل العون وأهل التوفيق وأهل السداد وافتح علينا يا رب العالمين مبارك لنا بفضلك وكرمك واجعلنا من أهل الخير ودائما ودائما نكون مددا من عندك يا ربنا للغير يا رب وسع علينا وأكرمنا بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين